إذا كنا بتكلم عن ترتيبات إقليمية ودولية جديدة مع مرحلة التحول من إدارة أمريكية لإدارة أمريكية جديدة وصلنا إزاي الأوراق أو الملفات الخاصة بالمنطقة العربية تحديدا قبل الفاصل عادة سألت الدكتور مصطفى الفئي زيارة ولي عهد أبو ظابي شيخ محمد بن زايد النهاردة للقاهرة إحنا مش ممكن ما نفكرش في مسألة الوساطة اللي بتتم لمصالحة عربية مش ممكن نبقى ما نفكرش في موقف الدول العربية الأربعة في التعامل مع قطر هل الزيارة دي من الممكنها يكون فيها تطور بخصوص الملف ده أنا أشوف أنا من ناحية رسمية أقول لك ما سمعته من ساعة ساعة ونص كده في تلفزيون من السفير بسام رادي المتحدث الرسمي عندما أسوي لي نفس السؤال هل موضوع المصلحة العربية الخليجية مطروح قال في مثل هذه الزيارات القصيرة كل شيء مطروح إنما لم يتبلور شيء يعني يمكن أن يكون الموضوع قد نوقش بالتأكيد لكن ليس لدينا حاجة يعني ملموسة نستطيع أن نتحدث عنه غير اللي تم الإعلان عنه بخصوص الطرحية بالجهود الموساطة الطرح أو نرحب بها من بداية المتحدث الرسمي حتى الوزاة الخارجية منذ عشر تيام أهل ما أو أسبوع نحن نرحب بهذه الوساطة ونثمن جهود الكويت الشفيق في هذا الاتجاه اللي أنا أريد أن أقوله هنا بقى نقطة لازم نلاحظ أننا كمصريين المصريون يرحبون بوحدة الدول الخليج وتضامنهم المصريون ليسوا يعني عزول يحاول أن يفرق بين الأشقاء لأنه إذا كنا نحن كلنا إخوة فهم أكثر هم الأشقاء أكتر بحكم القبلية والعشائرية والتاريخ المشترك ونمط الحياة وأسلوب التفكير ونحن معهم في ذلك مشكلة مصر مختلفة مع قطر إلى حد كبير جدا سابقة دي من يام مبارك ومن يام حكم العسكري عندنا أيام المشكلة تنطاول هذه مشكلة طويلة مع قطر لسنا أبدا يعني مجرد مشكلة خاصة بفترة عبر نتفق أكتر مع دورة الإمارات لأن كلينا يعادي جماعة الإخوة المسلمين ويرى أن قطر تدعمهم للعبس في شؤوننا من هنا كانت أهمية اللقاء اللي حتم اليوم إنما بالتأكيد وبكل المعاني الحقيقية مصر ترحب بمثل هذه المصالحة إذا تمت لكن بنلفت النظر إنها حدث ستعدت مرات هو إيه اللي ممكن يا فندم في تأدير حضرتك بأنها مشكلة قديمة وحركة عصرت بداياتها أنا أتكلم هنا على الجزء المصري إيه العناصر اللي من الممكن إنه يبقى زي تشيكليست إحنا عارفين يمكن فيه مطالب فيه 13 مطلب لكن إيه العناصر اللي من الممكن النهاردة إنها تكون إشارات مطمئنة مصر تتحرك على أساسا آه أن تعلن قطر علانية عدم دعمها لجماعة الإخوان المسلمين فكرا وسياسا حيقولك تمونا مالي الناس عادين عندي دول ضيوف علينا تعارف في كلام قدر أقولولك أم سكتك لكن أمضي على ما أنا عليه لا لابد أن تكون هناك نوايا صادقة في هذا الاتجاه اللي حصل بيننا وبينهم إنه الشيخ حمد عندما تولى بعد والده الله يرحمه تصور أن مصر تدعم الشيخ خليفة وعايزة تعيده وربما كان هذا صحيحا شوف بالمناسبة إنما دي فترة ومرت من سنة 1995 يعني حاجة من 25 سنة لا يمكن أبدا أن تظل أثارها حتى الآن وتغير النظام وذهب مبارك وجاءت أنظمة جديدة حتى وصلنا إلى ما نحن عليه والموقف القطري لا زال يأوي الأعمال الذين يقومونه بالأعمال الأرهابية يموّل جزء من هذا الإرهاب يدعم جماعة الإقوان المسلمين بالحق وبالباطل حد يشأل كبدا طب إذا كان هو على هذا الموقف بشكل أو بآخر لا يتغير إذا كان هو على هذا الموقف لا يغيره بقاله إذا ما حرج بتقول فوق العشرين سنة إيه عناصر الضغط أو إيه المتغير النهاردة اللي يخلي قطر راغبة في الاقتراب مرة تانية حاولك أنا بقى لم تعد قطر هي ذلك تلك الدولة المدللة لدى الغرب وإسرائيل كما كانت هناك دول كسرت التوق وتعاملت بموضوعية مع الصراع العرب الإسرائيلي وبالتالي فقدت قطر جزء كبير جدا من مزاياها في المنطقة وربما كان توجهها للمصلحة له سببان السبب الأول هو تغيير الإدارة الأمريكية وزهاب ترامب السبب الثاني وبوضوح هو الخطوة التي اتخذتها الإمارات والبحرين تجاه إسرائيل هذه الخطوة حرقت كثير من أوراق قطر التي انفردت بها وصورت للجميع أنها المعبر الحقيقي عن التطبيع وأنها القوة الحقيقية المؤثرة في علاقات قوية مع إسرائيل هذا الأمر سقط وبالتالي اتجهت قطر إلى محاولة التسوير ونحن ننظر إلى الموضوع بقلب مفتوح ونرحب به لكن أفلح عن صدق كما يقولون هل سوف يستطيعون أن يمضوا في الطريق اللي نهايته أو لا نرجو قطر دولة عزيزة علينا كلنا شعبها جزء لا يتجزع من الأمر العربية العلاقات المصرية بين الشعبين القطري والمصري علاقات قديمة جدا جدا وقوية فنحن لا نريد ذلك لكن تنتنع عن التدخل في شؤون الداخلية للدول تحترم إرادة الآخرين تتوقف عن العمال العدائية للأطراف الأخرى تتتوقف عن دعم الإرهاب وإيواء أطرافه ودعمهم ماليا ولجستيا كل الأمور دي لازم تعمل ونحن نعتقد كمان ودى مني أنا بقى أنا كشخص أن قطر لعبت دورا سلبيا في مفاوضات سد النهضة نكاية في مصر ليست هذه العروبة ولا هذا هو الإسلام ولا دي القومية أبدا